السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله رحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن سكرات الموت ولحظة خروج الروح الروح هي من امر الله تعالى لا يعلم كنهها وماهيتها الا الله سبحانه عز وجل يقول ربنا في كتابه العزيز ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا الروح هي تلك المادة التي تعطينا الحياة تسمى مادة الحياة وحينما تفارق الجسد الانساني وتنفصل عنه هذا الجسد يصير جثة هامدة لا حرك فيها في لحظات يتوقف القلب عن النبض وتتوقف الرئتان عن التنفس وتتوقف الحركة والجسد عن كل الوظائف وبتالي يرحل هذا الكائن البشري سواء مات على فراشه او مات في ساحة المعركة او مات مواجها كارثة طبيعية كزلزال او فيضان او ماتك على اي حال لا فرق بين داودك تلك اللحظة تسمى بسكرات البوت هي لحظة خروج الروح نريد ايها الاحباب الكرام ان نتعرف ما الذي يقع هذه محطة مهمة من حياة كل انسان كلنا سوف نمر بها جميعنا سوف يمر بها لا فرق بين سلطان ولا بين غفير ولا بين مؤمن ولا بين كافر ولا بين ظالم ولا بين مظلوم كل البشر يمرون بها ما الذي يقع عند خروج الروح ما الذي يقع عند سكرات الموت يقول ربنا عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سمها السكرة السكرة هي شدة الموت تجعل صاحبها كأنه سكران لا عقل له فالموت له شدة وله رهبة وله ألم شديد هذا معنى السكرة سكرة تسكر من الألم تحمل الألام والمواجع ويشعر تلك اللحظة يشعر الإنسان أنه مودع فيشعر بالضعف ويشعر بقلة الحيلة ويشعر بحزن الأهل والأحباب والأصدقاء بين يديه وبكأهم عليه يبدأ الإنسان في الصراع مع هذه الروح إلى أن يصل إلى مرحلة الغرغرة هذه أهم مرحلة من مراحل سكرة الموت مرحلة الغرغرة هي المرحلة النهائية لا تنفع فيها توبة وربنا عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر هذه الروح تبدأ بالانسحاب من أطراف الجسد ثم تنتقل من الأسفل إلى الأهلاء تبدأ تنتقل تنتقل حتى تصل إلى الحلقوم أو يسمى التراقي التراقي والحلقوم لتخرج أخيرا من الجسد وتنطلق في رحلة عالم البرزخ الإنسان يخرج من عالم الملك إلى عالم الملكوت يقول ربنا سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون تلك اللحظة التي تبلغ الروح الحلقوم التراقي والشخص الذي سيتوفى حوله أهله وأحبابه وربنا عز وجل ينظر إليه وملك الموت وأعوانه يجالسونه وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون قال ابن عباس معناه ملك الموت وأعوانه من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت الحلقوم وهم لا يفرطون ما الذي يحدث عند نزول الموت بالإنسان سواء مات في فراشه أو مات في المستشفى أو مات في ساحة المعركة أو في أي مكان قال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي التراقي هو العنق يعني غند تعرة النحر يبدأ الروح من الأسفل من الأقدام ولماذا تبدأ من الأقدام لماذا خروج الروح يبدأ من الأصابع من القدم الصغير من الأصبع الصغير ثم بقي الأصابع وكتسعد القدم هو أول ما ينزع منه الروح سبحان الله العكس لما يغرس الله تعالى الروح في الجسد يبدأ من الرأس لما يزرع الروح في الجسد ولكن لما ينزع ينزع من القدم لماذا؟ حتى لا يتمكن الإنسان من الجار والهرب تصور لو أن الروح تنتزع من الرأس أو من الصدر فإن الإنسان يشعر بالخوف ويقوم يهرب ويجري وإذا جرى قد يتعرض للأذى وللضرر لكن الله تعالى جعل الأقدام تصاب بالشلل تموته الأولى وتصعد إلى أن تصل إلى الصدر ثم إلى الحلقوم كلا إذا بلغت التراقي التراقي العنق عند تغرة النحر وقيل من راق يعني يقول هاتو الطبيب هاتو الراقي من يستطيع أن يحمي هذه الروح وظن أنه الفراق أيقن بأنه سوف يرحل والتفت الساق بالساق من علامات سبحان الله العظيم الموت أن الساقين ساقين يلتقي فيما بينهما إلى ربك يوم أني المساق كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم أني المساق هذه اللحظة ماذا يقع؟ الإنسان لكي بل نحن هو سيموت يكشف عنه الغطاء عن بصره لا يرى أشياء أشياء ربما كنا كنا نتأملها بالفكر كنا نتدبرها بالعقل كنا ربما ننكرها بسبب التفكير الفلسفي والعقلاني لكن هذه اللحظة الله تعالى يكشف لهذا المصاب حقيقة الوجود يكشف عنه الغطاء عن بصره كما قال الله تبارك وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يرى كل شيء الميت يرى أفضل منا ماذا يرى؟ أول ما يرى الميت لا يعد يرى أهله زوجته وأحبابه وأقاربه يرى مخلقة أخرى يرى حوله الملائكة ملائكة الرحمة يستقبلونه هذا إذا كان مؤمن وإذا كان غير ذلك رأى ملائكة العذاب ثم بعد ذلك يبدأ في الاستعداد للرحيل فيسمع صوتا في أذنه إذا كان من المؤمنين يسمع صوت الحق عز وجل يقول أيها العبد المؤمن تعال إلينا ترتاح عندنا تعال إلينا هذه الدنيا ليس فيها إلا المتاعب ليس فيها إلى الأمراض تعال إلينا سوف نكرمك تعال إلينا ستجد راحتك فترى ذلك المؤمن يمد يديه فريحا مصرورا بهذا الهاتف الذي يسمعه ثم يرى مقامه في الجنة ثم يرى مقامه في البرزخ ويرى أهله وأحبابه ويستبشر خيرا لهذا المؤمن ترىه لما يودع يكون مبتسما يبتسم لأنه يرى الخيرات أمامه ويرى كل ما فعله من خير مثل القوافل تتقدمه بخلاف الذي لم يكن مؤمنا فولعياد بالله يشعر بملائكة العذاب يناقشنه في الحال ويتكلمون معه بكل قسوة سبحان الله لما يوشك الإنسان أن يموت له علامات لما تخرج الروح من الجسد توشك أن تخرج أول شيء نلاحظ شخوص البصر شخوص البصر البصر لاحظ اللي غير توفع البصر دياله كيعود دقيق كيعود فيكسي كيعود غريب في الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها ملكا زوجها أبو سلمة يحتضر دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فشخص أبو سلمة ببصره فأغمض الله النبي الكريم عينيه أغمض له عينه وقال إن الروح إذا قبض تابعه البصر ملكا غاديا الروح خارجه البصر كيتبعها وكيشوف فيها غاديا 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 حتى كتجي الروح وكيبقى البصر فيكسي كيبقى هكذا ثابت في مكانه وأنفه هذا الميت الأنف تراه يميل إما إلى الجهة اليسرى وإما إلى الجهة اليمنى لأنه يفقد التنفس التنفس دي الرئتين تعطلت فأنفه ينحرف إما يمينا أو شمالا ثم ترى الفم ديالو العضل الفك السفلي كتلقاها كترتخي ارتخاء لهذا بعض الناس كيشمعونه الفم الفك السفلي بواحد المنديل ثم القلب آخر من يتوقف تتوقف ضرباته ويصير في سكون ثم ترتخي كل أعضاء الجسد ويبدأ في البرودة الجسم كيعد بارد باش نعرفوا ليسه وشماته لمازال أو دخله الموت كنقلبه لرجله من تحت كنقلبه بارد كان عرفوا بأنه بدأت الموت كتدخل ولولا كله بارد الحرارة انقصت كان عرفوا بأنه انتقل إلى الرفيق الأهلاء ثم كتلقى القدمين دياله تلتف الساق بالساق الأيمن على الأيصر أو العكس والتفت الساق بالساق هذا اللحظة للخروج الروح تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا أيتها النفس الطيبة أيتها النفس الطيبة أخرجي يا من كانت في الجزة الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان ويبقى الملائكة يقولون هكذا الملائكة يقولون أيتها النفس الطيبة أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان وهو يسعد يسعد ويسمع يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 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 إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أما الإنسان إذا كان الله يسترنا ويستركم من أهل السوء فكيسمع الملائكة العذاب كيقولون له أيتها النفس الخبيثة أخرجي أيتها النفس التي كانت في الجزة الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغصاق والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية لهذا المحطة احنا كنا غندزوا فيها كاملين غندزوا فيها سواء تموت في فراشك بين أهلك ودويك أو تموت في كارثة طبيعية أو تموت في ساحة المعركة كل الناس يمرون بها وحنا لابد أن نتعرف أيها الأحباب الكرام هذا الموت له سكارات قوية وكينا أمور أرشد إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تخفف علينا سكارة الموت من الأمور التي تخفف سكارة الموت أن الإنسان نقرأ عليه سورة يسين إذا كان يحتضر فالنبي الكريم قال اقرأوا يسين على موتاكم اقرأوا يسين على موتاكم إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها كيشعر أنه بأنه يرتاح لماذا؟ لأن هذه الصورة تشتمل على التوحيد وتشتمل على المعاد وتشتمل على البشرة بالجنة لمن مات على التوحيد خصوصا لما يصل القارئ لنصل إلى قوله تعالى قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين هذه الآية نكررها قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين نقرأها ونعودها ذلك الساعة لك تسمع الروح المحتضر كيسمع هذا الكلام تستبشر روحه ويسهل خروجها وما كيبقاش يشعر بالعداب الأليم ولا بالتعب ومن الأشياء اللي كتخلي الإنسان أنه كيخف علي سكرة الموت إلا كان في الدنيا بارا بوالديه لهو بار بوالديه هذا وخاء الناس ما يقرأ له يسين وخي ينسوه البر دي الوالدين كي يحميه وكذلك إذا كان فيه صلة القرابة لأهله ورحمه كان فيه الزيارة العائلية وكيزور الحباب وكيدق عليهم الباب وخاه مربما كيخلفه أو كيعاديه هو كيسل الرحم فقد قال الصلاة الله عليه وسلم من أحب أن يخفف عنه من سكرة الموت فليكن لقرابته وصولة ولوالديه وبوالديه بارا من أراد وأحب أن يخفف عنه من سكرة الموت فليكن لقرابته وصولة وبوالديه بارا وسبحان الله العظيم الإنسان ربما قد يشعر في تلك اللحظة بوابريل من الندم الإنسان اللي كيكون مفرط الإنسان اللي كيكون يسيء الإنسان اللي كيبدل وغير الحقائق واللي كيفسد في الأرض واللي كيعتبر الدين حاجة ربما غير على الهامش سبحان الله جميع العملات اللي كانت عاملوا بها في الدنيا من الدرهم والدولار والدينار وجميع كل شيء يتعطل لأنه هذه العملة غير صالحة في الدار الأخرى غير صالحة اللي صالح في الدار الأخرى العملة شنا هي؟ العملة هي الحسنات العملة هي الطاعات العملة هي الإنسان يسعى إلى مرضات الرحمن وهنا ذاك اللي كان مفرط كيشعر بأنه نادم ويتمنى الرجع يقول لهم أرجوكم أرجعوني خلوني غير واحد شويا عودنا أرجع نصلح وأستدرك ما فات ولكن هيهات هيهات لا يمكن الرجوع لأن عند الاحتضار مكن رجوع كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت أرجعون لحل يا أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها إنها كلمة هو قائلها وخير جع وخير جع غير يعود نفس السيناريو من قبل الأفساد والإفساد والظلم والطغيان ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون دي الساعة كدرب برزخ يعني حائط ما بين عالم الدنيا وعالم الآخرة ما بين عالم الملك وعالم الملكوت ومن ورائهم برزخ كدرب الباب والصور منقش الرجوع نهائيا أما المؤمنون أما الصالحون أما الصابرون أما الموحدون فهؤلاء تحصل لهم المسرات ويرون البشارات ربنا قال في حقهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الاحتضار وعند خروج الروح تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من هذه المشاهد المفزعة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون المؤمنون فيما تصف أنك قل لا إله إلا الله ويستقيم قل آمنت بالله واستقيم هذا هو الدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد العرابي قال لي بشي حلي الدين أنا ما فهمتوش كثير عليها كين الشريعة وكين القرآن وكين السنة وكين أحكام الفقه بغيتش كلام يكون بسيط نتمسك به شنال النجاة قال لي قل آمنت بالله ثم استقيم صافي آمنت بالله واستقيم وصير قلب شنال استقامة قلب عليها أتفهمها ببساطة لأن الفطرة سوف تدلك عليها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون دك سعى الميت كتلقى بأن يحتضر خدود الحمرين المفروض يقعد صفر ويقعد بارد لكن إلا كان مؤمن كي بلك خدود الحمرين وكي بلك عينه مشريقتين وكي بلك ثمه يبتسم الفك السفلي لا يسقط أنفه لا يميل وجهك يعد كأنه جميل يا ما رأيت أناس يحتضرون ثم زهقت أرواحهم وقمنا بتغسيرهم سبحان الله العظيم ديك اللحظات كي للمرأة اللي كتشوفك أنها عروسة كي للمرأة اللي كتكون عروسة ديك اللحظة وجاءتك زيان وكتعود مستبشرة وكتعود بلا مكياج الجمال من عند الله تعالى ديك اللحظة وكينا الرجول اللي كتشوفو يضحك وكتشوف عينهم الشرقة وكتشوفو أجو مستدير سبحان الله وريحة طيبة الريحة طيبة الغير السوي كتخرج من نور يحكي ريها والعياد بالله هذه البشارة ألا تخافوا ولا تحزنوا انتهى الخوف وانتهى الحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نقول أيها الأحباب الكرام هذا الكلام فقط لكي نأخذ نفس جديد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يلقى الناس عندهم المشاكيل وعندهم الصراعات وعندهم الكروب وعندهم الحروب وعندهم عدد كبير كي يعد عندهم اليأس كي يعد اليأس وكي يعد واحد النوع من الإحباط فسيبنا النبي كي عالجنا بكلمة أش كي قلنا كي قلنا أكثر من ذكر هذه من لدات في خضم الأزمة اللي كنعيشوها في خضم الصراع والأمواج المتلاطمة لا شي كله لا شي لا شي في الخرقين الموت لاش نبقى نفكر لاش نبقى نهتم علاش نبقى نغتم علاش نحزن علاش نخاف وفي أخرها موت ما اللي كتفكر الموت سبحان الله العظيم الدنيا كلها كتبالك صغيرة كتبالك بأنك أنت ممكن تحكم فيها وأنت تقودها لا هي تقودك وهي يتبعك مش أنت تتبعها هذا الأمر هذا رأى داخل في العلاج النفسي لما تتذكر هذه من لدات كتشعر بأن جميع المشاكل اللي عندك في الحياة وجميع الهموم تتضاءل تتضاءل حتى تنضطر وكتكون بينك وبين الله تعالى مكن حجاب هذا أول العلاج النبوي الشريف كلما القى الناس مهمومين وكلما القى هم متعبين يقول هون عليكم وأكثر من ذكر هذه من لدات فيشعر الإنسان أنداك بالأريحية بأن الدنيا لا تسوى عند الله جناحة بعوضة يكون فيها النصر للهزيمة يكون فيها الساعدة وللشق يكون فيها العطاء للمنع يكون المدح للدم ويكون اللي كان أوم البعض لا تسوى عند الله شيئا لكن الذي يسوى هو أن تكون قريبا من الله تعالى أن يكون قلبك مليئا بالإيمان أن يكون لسانك رطبا بذكر الله أن تكون يدك ممتدة إلى الخيرات أن تكون مقبلا على الدنيا بروح المبادرة للبناء والتعمير والتشهيد والإحسان إلى الآخرين ولا تبقى تبكي على الماضي وتبكي على الأحزان وتبكي أنا ما عندي ظهار أن الدولة رزقية كل شي فيت كل شي فيت ما ميدب إلا وجه الله فانطلب الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين نسأل الله سبحانه وتعالى الحنان المنان الكريم أن يختم لنا ولكم بالحسنة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ونسأله تعالى أن يجعلنا فرجا ومخرجا في الدنيا والآخرة ونسأله تعالى أن يرزقنا التوبة النصوح وأن يمن علينا بمغفرته ورحمته وأن يجعلنا من عباده الصالحين ونسأله تعالى مليجين السعادين الموت أن يهون علينا سكرة الموت اللهم يا رب مليجي السعادين هون علينا سكرة الموت وارزقنا ميتة ونحن ساجدين بين يديك على الإيمان والطهارة واجعل خروجنا من هذه الدنيا على شهد التوحيد واجعلنا ممن تبشرهم الملائكة بالروح والريحان ورب غير غضبان ونعود بك يا مولانا من ميتة السوء نعود بك يا ربنا من ميتة السوء اللهم ارحم جميع أموتنا في كل مكان يا رب ارحم جميع أموتنا في كل مكان اللهم اكتبهم عندك من الفائزين واكتبهم عندك يا ربي من الأخيار الأبرار وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحباب الكرام يسعدنا أن نستقبل مكلمتكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات نبدأها من إقليم بن جرير معنا السعبد إله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كده عمي الحاجة فاسعليك حيك الله مولي بارك الله فيك الله يبارك فيك عمي وتحية لك وتعيي الله سدلي معك في الإخراج للا سعيد عقال حيك الله مولي الله يحفظكم الله يحفظكم جميعا وجمعه مباركة لدخل علينا وعليكم على جميع المسلمين بصحة والإعناء إن شاء الله بارك الله وفك وحتية الأسئلة عمي الله يزاك بخير فقيين مرحبا كنت عمي في الجامع وصلينا خلت قيتهم باديم بركعة ثلاثوني بركعة نعم ووقفت يعني هما في اللاخة من اللي الوسطى صيتيني بركعة من اللي قلت سوما ووقفت هنا هذا السؤال الأول السؤال تاني عمي الله يزاك بخير هو تحية المسجد نعم تحية المسجد كي يقولوا تحية الإبراهيمية نعم والسؤال الأخير الله يزاك بخير هو الإنسان عند الدخول عند المزيد عشنو نقوله في الباب عشنو نقوله في الأدعية اللي قد قال الله يزاك بخير احنا بغن ننوره البرنامج بهذه الأسئلة هذه وربما وما تنسانا شعلمي من الدعاء الله يحفظك مولاي وكان مره ما حضره شوية صعبة ولكن ربي اللي يعلم بين الله يسهل عليك ودعمي وانا اشي دعوه منكم إن شاء الله والسادة المستمعين يقولوا آمين اللهم آمين يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم شكرا لك سعبد إله على هذه الأسئلة الفقهية السؤال الأول هاتي الجامعة قيتم كي صلوه فاته بركها هذا كي تسمع صلاة المسبوقة صلاة المسبوقة هو الإدخل والقنس فاتو في الصلاة كيف نفعل هناك حديثين اثنين روية عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والحديث الثاني يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا يعني حديثين لماذا دل اختلف في الحديث لأن النبي الكريم على امتداد الدعوة الإسلامية 23 سنة كان مرة يفتي بكذا ومرة يفتي بكذا وحسب الأقوام وحسب الأزمنة والعلماء قالوا بأن الباب الذي لم يجمع تجمع حديثه لم يفهم معناه فالمقصود هو أن الإنسان الحديث الأول يقول لك ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا الإنسان هو دي ما عنده الركعة الأولى بالنسبة إليه يقولهما يا عندهم الركعة الثانية ولا التالتة أنت بالنسبة إليك هي الركعة الأولى لدركتها معهم بالنسبة إليك هي الأولى كتقول الله أكبر وكتصلي من لك يسلمهما أنت لا تسلم وإنما كتنض وكتجيب الفوائت فأتموا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا مثلا دخلت الظهر او دخلت اللعشة وقيتم كي يصلوا ركعتين جهرا هما فاتوك بركعتين انت غدت صلي معهم ركعتين سرا هتبع الامام ولما تنتهي هما غدت سلموا انت غدت نجيب ركعتين وغدت جيبهم سريا لغدت دير الاتمام ما ادركتهم فصلوا وما فاتكم فاتموا الحديث الثاني يقول لك ما ادركتهم فصلوا وما فاتكم فقدوا يعني بآتر رجعي اذا صلت اللعشة معهم جهرا وما صلوا وصلوا وما تنتهي ركعتين الاخيرتين سرية انت غدت صلي معهم كذلك والركعتين اللي غدت جيبهم انت غدت جيبهم جهرا حد في هذه الاياء فقدوا فهناك في المساجد احيانا كالقوناس يختلفون هذا كدير فقدوا وهذا كدير فاتموا وكلهم صحيح بعد مرات كي وقع الانكار وحد كين كورا للاخر رك خالفتي الحديث رك خالفتي السنة لا كلهم صحيح كلهم صحيح لان ورد عن النبي الكريم كذا وورد كذا وان كنا نحن في الفقه المالكي يرجحون الرواية التانية ما ادركتم فصلوا وما فاتقوا فقدوا كي يرجحوا القضاء ولا ترجح غير من باب باش الناس يكونوا متوحدين في الفتوى لا يقع بينهم الاختلاف اما عن تحية المسجد انسان اذا دخل الى بيت الله لابد ان يتحيه والتحية كتقوم بركعتين كنصلي وركعتين هي تحية المسجد فاذا تعذر عليك كنشعود القاهر ومقدسة تصلي ركعتين لا تجلس في المسجد الا بعد ان تؤدي اما التحية واما الذكر كي يقوم مقامها كتقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد كتقول هذا الذكر الى تعذر عليك ان تصلي ركعتين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد وإذا أو تقول بدلهم الصلاة على النبي بالسيغ الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد ثم تجلس في مجلسك في المسجد ولماذا تم تخصيص إبراهيم عليه السلام بالتحية دون غير من الأنبياء لماذا لا نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على موسى أو كما صليت على عيسر أو كما صليت على نوح أو داود أو غير من الأنبياء لماذا إبراهيم الخليل عليه السلام هذا فيه رد للجميل لأن سيدنا إبراهيم الخليل قبل بعتة النبي الكريم بسبعة لاف سنة كان يدعو الله تعالى ويقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كان سيدنا إبراهيم يقول هذا الدعاء ويكرره في كل وقت وحيم يقول يا ربي هذه الأمة العربية هذه الأمة التي تتواجد في هذه المنطقة ديال الشرق الأوسط لأن سيدنا إبراهيم كان في العراق والزوجة الثانية كانت في فلسطين وكان الزوجة التي تزوج بها من بعد أتى بها إلى مكة فكان هذا هو المحطة التي كان سيدنا إبراهيم يتجول فيها مرة في العراق والشام وما حولها ومرة في فلسطين ومرة في مكة المكرمة لأن هذا الشرق الأوسط هو القلب النابض ديالكوكب الأرضي رأي البشرية كانت متركزة في هذه المنطقة وهي مهد النبوة جميع الأنبياء والمرسلين نزلوا في هذه المقعة المقدسة حتى إن ربنا عز وجل يقول والتين والزيتون وطور سينينة وهذا البلد الأمين والتين هذه رمز لشجرة التين اللي كان سيدنا المسيح عليه السلام المسيحيين كانوا كي يستعملوها والتين والزيتون عندهم مدلاء الغصنين غصن الزيتون هو غصن السلام رمز للسلام كان سيدنا المسيح دعوته هي السلام وجاء بالسلام وجاء رحمة للعباد وكان يقول من صفعك على خدك الأيمن فآدر له خدك الأيسر ومن جاءك يسرق غدائك فهده عشائك وهو بغسرعك تزيده خوض وحتى أنه لما كانت المقاومة سيدنا المسيح لم يقاوم وإنما استسلم وقال لي ما هو جسدي بين أيديكم افعلوا به ما شئتم وأرادوا أن يقتلوه وما قتلوه وما صلابوه ولكن شبها لهم هذا معناه والتين والزيتون رمز السلام عند سيدنا المسيح في فلسطين والتين والزيتون وطور السينين طور السينين هو سيناء وجبل طور اللي هو الآن في المنطقة المحادية بين مصر وما بين فلسطين اللي في هدب الآن النزاع هذا هو المكندلس النموس عليه السلام وكانوا بني اسرائيل قبل سبع لف سنة يمرون من هنا إلى هناك وكان ربنا يقول لهم أمكت هنا فلما غضب عليهم حكم عليهم بالتيه في الأرض ينتشرون في الأرض والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين يعني مكة المكرمة هذا بلد عظيم مكرم سمى هذا البلد هذا هو الأعظم هو أكرم منطقة فوق الكوكب الأرضي جعل الله فيها بيته المقدس لهذا سيدنا إبراهيم الخليل كان يدعو الله مرارا ويقول رب جعل هذا البلد آمنة هذا البلد جعلوا فيه الأمن رب جعل هذا البلد آمنة وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر هذا البلد هذه جعل فيها الأمان وجعل فيها الرزق شوف دابا الآن هذه المنطقة فيها الأمان فعلا وتجبى لهم الأرزاق من كل مكان فنحن نقول التحية الإبراهيمية لماذا؟ هذا رد للجميل لسيدنا إبراهيم الخليل اللي كان قبل سبعلاف سنة كان يدعي مع الأمة العربية وكان يدعي مع الأمة الإسلامية وكان يدعي مع المنطقة للشرق الأوسط وكان يدعي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وكان يدعي مع الأرض مع الجغرافية كان يقول رب جعل هذا البلد لدى آمنة وكان يدخل وكان يصلي على النبي الكريم مالين بخير ندخل بيت جامعك دايما نقدم الرجل اليوم ونبدأ بسم الله التسمية التسمية اللهم اغفر لي دنوبي أنا جاي بشار بي عز وجل يغفر لي جاي من الصوق ولا جاي من الشارع ولا جاي من المحكامة قمت في النزاع وفي الخصام وربما كنت كانت لقى البصار ديالي وربما كانت لقى اللسان ديالي عمر دنوب فغندخل بيت الله غنقول ربي اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك يا ربي أرجو رحمتك وأخشى عذابك ومن اللي كان سالي الصالة ديالي ونبغن نصرف كان عاود نسبق الرجل اليسرى حتى غنخرج من دائرة الألطاف الإلهية من مكان الرحمة غنخرج للشارع غنخرج للدنيا أو تاني ونختلط مع الناس ونحتك بهم وربما نقع في خطايا ودنوب كان سبق الرجل اليسرى وكان قول بسم الله اللهم اغفر لي دنوبي وافتح لي أبواب رزقك افتح لي أبواب رزقك حتى نخرج على براء نقلب على الرزق ديالي ودك الساعة سبحان الله العظيم الناس اللي كيتشكوا من الفقر الناس اللي تشكوا من الفقر نقول لهم واضبوا إذا خرجتم من بيوت الله سبق الرجل اليسرى ودعيوا الله بالرزق ربي اغفر لي دنوبي وافتح لي أبواب رزقك وانتعي الله كرامتك وأبواب عطائك وسبحان الله العظيم وانتغادي والرزق كي تلقى معك في طريق كي تلقى معك وربك يكرمك أسأل الله تعالى أن يغنينا من فضله عمن سواه اللهم أمين يا أكرم الأكرمين نتحول إلى سيد قاسم معنا للا فاطمة وعليكم السلام عليكم الدكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عفك لايزا ذكبخة يا دكتور أنا عندي سؤال وعندي طالب لايزا ذكبخة مرحبا عفك في الوضوء سؤال في الوضوء واش الأدنين إلا نسيناهم واش زعمة واش معلينة تنزينا الأدنين ولا ضروري الأدنين مسحوا عليهم منين مسحوا الرأس وانتزعمة واش ضروري ولا معلك شي إتم هكا واخر اللي بيذن الله وطالب تاني الله يزا ذكبخة عفك واحد الأخت عندي مسكينة مريضة وداف شي سحاليل وقدت لها الطبيب أعطتها شي دوا وقدت لها لما قدرت عندها لديها بطالع وقدت لها إلا ما عندك إلا ما شافيتش هادا تكون عندك شي مشكل ويا خايفة مسكينة دعي معها الله يجي بها السوق مسكينة يا ربي يا ربي يا ربي بإذن الله بارك الله فيك الشريف يا ربي بإذن الله نشكرك على التصال وعلى السؤال الوجيه قضية الأذنين الوضوء ربي عز وجل قال لنا في كتابه العزيز إذا قمتم إلى الصلاة مليك نبغي ندود نصلي نسمع الأذن حي على الصلاة حي على الفلاح نبغي ندود نصلي أشخص من دير إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا مليك نسمعوا يا أيها الذين آمنوا هذه شارة الإيمان الله تعالى كي خاطب المؤمنين كي خاطب فينا الإيمان العميق في أنفسنا باش نكون عندنا حركية وتفاعل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هنا هذه الآية الكريمة ربي لم يذكر الأذن ولم يذكر الأنف ولم يذكر الفم ما كان لا استنشاق ولا استنطار ولا مضمضة فلماذا ربك عز وجل فرض علينا أننا نغسل الودنين والأنف والثم ليش بنها هذه بنها من السنة النبوية الشريفة العلاقة بين القرآن العظيم وبين الحديث النبوي علاقة وطيضة القرآن الكريم يتكلم في العمومية والسنة هي التطبيق العملي للشريعة فاللي ينكروا السنة هما ربغوا ينكروا الدين لكن السنة هما بغوا يحطموا الدين بطريقة تبدو بريئة ولكنها غير بريئة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتوضع وقال لنا المراحل اللي كان مروا بها وقال لنا غسل اليدين إلى أن وصل إلى الاستنشاق والاستنطار إلى المضمضة قال له سيدنا أمر قال لي يا رسول الله أتمضمض وأنا صائم قال لي أتمضمض ولكن لا تبالغ لا تبالغ الاستنشاق والاستنطار مسح الأدنين لأن هذا الأعضاء كتكون معرضة للميكروبات وإلى الجراتيم وخصى كل 3-4 ساعات تغسل هذا احتفى الطب الطب دبالآن لكي حفظوا عن النظافة كي يقول لكل 3-4 ساعات تغسل الماء وتغسل وربي عز وجل دلنا دلنا هذا الماء طهارة رحنا لمستفيدين أما الله تعالى فهو غنيون عن عبادتنا فهنا كالقوا بأن السنة النبوية ذكرت لنا المضمضة وذكرت لنا الاستنشاق وذكرت لنا المسهد للأدنين واحتقلوا العلماء لكي فهم المقاصد للشريعة غدلقى الآية القرآنية راتكلمت عليهم يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الوجوهكم الوجه راتخل فيه الفم وداخل فيه الأنف داخل فيه راتخسل تغسل وامسحوا برؤوسكم امسحوا برؤوسكم والرعس راتخل فيه الأدنين راتخل فيه عدوة ورجوكم للكعبين فالإنسان إلى الأدنين خاصة نمسحوهم إلى الإنسان وقع لهم مثلا مش نغسلوهم هذا المسح حتى تقال لك امسحوا برؤوسكم امسحوا برؤوسكم والأدنين تابعين للرأس أما الوجو فيه الغسل وداخل فيه الأنف و الفم اللي ينسأ لا قدر الله يعود يرجع إلى نسيتي سبحانا من لا يسهى ولا ينام النسان يلسه ولا نسأ يعود يرجع يعود بآترين رجعي يعود يمسح الأدنين بشكل وضوء سليم وكامل وطبعا لتعذر عليها الوضوء بالماء كيستعمل تيمم لماذا تيمم بالتراب لأن أصلا الإنسان خلق من ماء وتراب وجعلنا من الماء كل شيء حي جعل الله تعالى الماء اللي هو واهب الحياة فيه الرحمة والإنسان خلق من تراب ربي لما خلق أبونا أدم من حفن من تراب ونعود للتراب فاربي عز وجل قالنا اغتسلوا بالماء توضأوا بالماء لكن إذا تعذر عليكم ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة حيثنا أصلا التكوين دينا من ماء ومن تراب وأسأل الله إن فقبل منكم لنفط ما الأخت الله يشافها اللهم شافها وعافها السادة المستمعين دلوحة الفتحة أسأل الله العظيم الكريم في هذا اليوم الأغر يوم الجمعة أخته لنفط ما لي مريضة اللهم أنت طبيبها وأنت معالجها اللهم طبها في الغيب وعالجها في المنام وبدلها اللهم دما خيرا من دمها ولحما خيرا من لحمها وجلدا خيرا من جلدها وعصما خيرا عصبها اللهم شافها وعافها وإذا مردت فهو يشفين اللهم شفها بشفائك وبداوها بدوائك قلوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم ونتحول إلى تنجه معنا السيد عبد العزيز السلام عليكم سيد كورايبان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية لي لك وطاقم المرافق ديال المدرابي وكان شكرك بزاف على هذا الموعد لك تقدمنا المستمعين ولينا ونحن نستفيد منك بزاف سيد كورايبان برك الله فيك مولاي عندي وعليك واحد شي جوش الأسئلة مرحبا واحد سؤال الأولاني كان عرف واحد سيد مسكين منطحر وما بغوا هنا أهل دياله مقارب يكفنوه ويغسلوه ويصالوا عليه بيعتبر أنا منطحر يعني أسمن رحمة الله ولكن هنا واحد مسألة اللي هي مهمة أنا تسيد كانت يعاني بمرض نفسي أكيد يقول لك احنا كان عرف واحد مثل كيقول لك رفيع القالم على الثالثة على الصعب حتى يرسود وعلى المجنون حتى يعقل وعلى النائم حتى يستيقض أنا أنا في نظر ديالي نقتل مودي بالنسبة لي نتناقلش مع بعض الأفراد الأسرى دياله ويصيد عنده أحمل خال العقل يعني المفعول لها القالم وخد صليوا عليه ويكفنوه ويقول لك لأ سنك تدعو هذي موهما هداو السؤال هما ويسمعوه كيسمعوه برنامج أيسي السؤال الثاني وحصيد كين كيسالي وحن مبلغ مالي تصيد وقعط له لك صيدة وتوفى وما عنده أحد عنده أحد بنيتا عنده تلتنين على بره في فرنسا يليف الأهل ديالو كيسمع عليهم لابس عليهم واشي من حقي يتقلب لد أهل ديالو ورد لهم هذا المبلغ أو لن نصدقه أو لن نحتاجه في بيتها أنا محتاجه أنا مكفوف ما عندي شي ما نعم وما ثميته بس عنده سؤال آخر نعم دارح مشيت صليت في واحد المسجد وما زيت في مور العاصر برتوخاوي نعم صليت ومن بعد رجعت في المغرب لاحظت أنا صليت مع الجامعة لاحظت أنا تقبل لي صليوا عليها الجامعة وما شو يذكر قبل أنا مشيت ليلة أنا مكنت شعار ظنيت أنا تقبل همت إياه نعم وصليت ما شوف في تيجاه صحح نعم نعم سيدي الله يتقبل بإذن الله الله يتقبل وجوابا بسرعة لأن الوقت أدركنا أول حاجة المنتحر هو ارتكب خطيئة عظيمة نهى عنها ربنا عز وجل وحضر منها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الانتحار هو من كبائر الذنوب قال فيه النبي المصطفى من ترد من جبل فقاتل نفسه فهو في نار جهنم يترد فيها خالد مخلدا فيها أبدا ومن تحس سما فقاتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالد مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأه بها في بطنه في نار جهنم خالد مخلدا فيها أبدا هذا حديث صحيح وغيرها كثير فيها فيها التحذير من الانتحار العلماء قالوا بأن هذا المنتحر الانتحر هو مختار أنا سبق لي صادفت بعض المتقفين اللي أعدم الفكر الفلسفي بقي انتحروا قال لك إحنا لم يتم استشارتنا الأربي ما تشاولش معنا من اللي خنقنا وإحنا ما هذا الموضيل دي الحياة ما عجبناش لأن فيه المتاعيب وفيه الهموم وفيه الأكدر إحنا ما بغيش هذه الحياة فنانين هادو فنانين وفلسفة لقيت معا في واحد المجلسة صاروا فكري كبير وصدمت هؤلاء هم اللي كان ينطبق عليهم هذه الحديث لأنه دانو مختارا عنده فكر فلسفي يرفض الدين ويرفض النظام الإلهي ورافض هذه الحياة أما بالنسبة دك اللي انتحر هو عنده مرض نفسي خطير عنده رهاب نفسي كيشعر بوحد الخوف ووحد القلق وعاجز الأطباء عن علاجه ثم وقع له اللي وقع فكن قوله هذا في حكمي المحجور الذي يرفع عنه القلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ فهذا كأنه مجنون لأنه عنده رهاب نفسي خطير فاضطر أن يموت هنا رحمة الله الواسعة احنا كبشر كنحكم غير بالظاهر كنقوله أمره إلى الله احنا ما عدنا القدرة للحكم الحكم يحكم به الحق تعالى احنا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعو لي بالرحمة ونبالغ في الرحمة وكان عرف واحد العدد للأمهات كان توصل معهم دائما عنده أولادهم شباب انتحروا كنت شفتوش حال المعاناة للأم كنت تقول لي كونو والدي غلق في البحر كونو والدي تصبي حديثة سير كونو والدي وقع لي وقع لي من حزنش ولكن منتحرا علاش هذا أمر الله هذا أمر الله احتوى واحد فينا ما عارف الخاتمة اللي ادخسنا بالواحد دعاء دي ما نردده اللهم رزقنا حسن الخاتمة اللهم رزقنا حسن الخاتمة سي عبد العزيز بالنسبة لهذا السيد اللي كان عندك عندي ديون وتوفى هو المفروض أن الدين يعود للشخص أو لوارتته كنقلب عن لوارتة دياله كنقول لي من رزق دي الباكم ولا دي الخوكم ها هو بني ديكم وديك ساعا نقول لي من رأني محتاج إلا تفضلت واسمحت تعطوه لي نكمل بها ظروف الحياة فإذا سامحوا فهو حلال طيب ولكن إذا أبقى عندك خسلا بود المال يرجع إلى أصحابه إذا كانوا أحيا فإذا توفوا نعطيهم لورتتهم والورتهم والضمير ديالهم نطلبوا الله تعالى يكونوا فيهم الكرام والجود ويقول لك سير الله يسامح صدقتنا للفقير وآخر جواب على السؤال اللي قلت دي القبلة نساني لاختاف القبلة صلى الله وحد الاتجاه معين ثم من البعث تبين لي بأن القبلة مخالفة لا حرج عليه وقعت في أهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن تم نزل قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وحد الصحابة صلى الله اجتهدوا القول القبلة فات الاتجاه لكن من البعث تبين بأن الاتجاه معاكس فسألوا النبي الكريم فكان الجواب القرآني من السماء أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم اجتهدت لك أجرا إذا أصبت وإذا أختك لك أجرا أسأل الله أن تقبل منا ومنكم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر